ده هي فرصة بقى أن حضرتك تقول لنا بما أن كمان يعني المجال بتاعك وراسع عن الجد إيه المشاكل اللي كان بتواجه الفلاح؟ إحنا عملنا سيرفي أو فوكس جروب أو وعدنا عملنا مرحلة عصف زهني كبيرة مع فلاحين في محافظات مختلفة وصنفنا حوالي 17 مشكلة بيواجهها الفلاح الصغير جات على مقدمتها أنه مش عارف يزرع إيه وهيبيعه كام فحيك تخيالي حيك داخلة بتعملي استثمار في أرضك أو في أرضي مع الجراها ومش عارفة مش عارفة مفروض تزرع إيه وهتبقى إيه بكام فالنهار ده أول حاجة حاولنا نحلها هي الحتة التجارية أو أن احنا نجيب له عقد عقد تعاقد زراعية أو اسمه تاني مشكلة طلعت لنا في الفوكس جروب أن طب خلاص أنا جيبت عقد وعارف هزرع إيه هموله إزاي زي ما حيك عارفة أن الزراعة فيه موسمين رئيسين في مصر الصيفي والشتوي فالنهار ده في عز الموسم وقت ما أرضه محتاجة سماد وعمالة ممكن ياخد قرار الفلاح أنه يصرف على زرعه أولى من بيته فالكاش كرنش أو الزنقة السيولة عنده مهمة جدا أنها تتحل في وقتها يألا مش يعرف يصرف على بيته ومش يعرف يصرف على زرعه وإلا زرعه ممكن يموت فإحنا بنحل له مشكلة مش التمويل إن إحنا بندي له المدخلات زي البزور والأسبيدة والمودات في الوقت اللي هو محتاجها فيه طب إزاي بيتم حل هذه المشاكل؟ يعني هل هو التطبيق هو تطبيق استشاري للمزارع والفلاح ولا فيه يعني خدمات معينة بالفعل بيقدر أن هو يتواصل مع الفلاح ويقدم هلو؟ ده سؤال حريك حلو إحنا بنبيع وبنشتري بنروح للشركات الكبيرة في مصر المصانع الكبيرة اللي بتصدر زي مصانع المجمدات مصانع الكنسنتريتس أو العصاير المجففات اللي هي وجهة مصر قدام السؤول عالمي بنتعاقد معها أنا عايز مثلا ألف طن فراول عايز خمسمائة طن أرنبيت وبروكلي فناخد العقود دي بنبيعها وبعد كده نرجع نجيب فلاحين تزرعوا عشان تخدم العقود دي فحريك إحنا بنبقى عارفين بالزبط هنشتري طن بكام من الفلاح بقاني جودة وعايزين كمية دي إيه فده سمي يعني كأنك بتعمل عقد للفلاح بنشتري من الفلاح بتشتري من الفلاح كأنك بتجيب له الشغل يعني بالزبط بالزبط